فعو إيجارات المساكن في شبوتا تعد واحدة من أبرز القضايا الشائكة التي ظلت وما زالت تؤرق حياة المواطنين ففي مدينة عتق صارت إيجارات المساكن تحدد من العملة الأجنبية في وقت لا طاقة للأغلبية على تحملها مع إنعدام وشحة مصادر الدخل الإيجار عندنا غالي بالسعودي كل شيء بالسعودي الوحدي لو مع عوائل كثير وين يعملون؟ يعملون بين غرفة واحدة الغرفة الوحدة بثلاثين ألف ريال غلاء قالتنا نحن والحريم والعائلة كل أحد من سكن غرفة واحدة الإيجار بالسعودي سائر الشقة من ثمانمية إلى ألف ريال سعودي منين للمواطن المسكين الذي راتب على ستين ألف إلى سبعين ألف ريال سوف يجد المواطن بعد فترة إلى سكن في العشش أو في البيوت الخراب حتى يصل إلى الشارع ممكن المواطن المسكين لم يجلب هذا الأجار؟ أسعار خيال ثمانمية إلى ألف ريال سعودي هذا الارتفاع المبالغ فيه دفع أرباب الأسر من شريحة الفقراء ومحدود الدخل والعاطلين عن العمل للبحث عن البيوت الطينية القديمة والمتعالكة والمهجورة والاستيجار فيها حيث تكتفي كثير من الأسر باستيجار غرفة واحدة لتتخذ منها مكان للسكن والمواء بحشر جميع أفرادها بداخلها رغم أنها تفتقر لأبسط معايير السكن والراحة نحن نازحين للأسف والله الظروف صعبة هذه الأيام الأسر كلها محتاجة لمساعدات معنى يعني مثلا عشر أسرات تلاقيها في غرفة واحدة من الغرفة حمام مطبخ نحن نعاني من ظروف صعبة وقاسية ونحن مستاجرين دكاكن لكي عجزنا من زيادة ارتفاع الإيارات سبب ظروف المعيشة اليومية الصعبة فنحن أن أسرها كبيرة في تكلفت عمرها أنها تستاجر دكان واحد فقط فيها حمام وفيها مطبخ وفيها السكن وأسرها كبيرة في المحل في دكان واحد من الشغاق تحولنا إلى إيجار دكاكن ما لا نستطيع في إيجارة غالية بالسعودي من 700 إلى 500 سعودي لا نقدر بالشيء هذا ارتفاع إيجار العيقارات السكنية وتحديد سعرها بالعملة الأجنبية في شبوتا تعد مأساة إنسانية تكتوي بنيرانها شريحة واسعة من المجتمع الذين يكافحون في سبيل توفير الإيجارات واقتراضها لغرض دفعها للمؤجرين ولو كان على حساب قوت أطفالهم وذلك تفادي طردهم للشارع زبين عطية اليمن اليوم وحفظة شبوخ